ونرجع مرة تانية مشاهدي نهارك سعيد وفقرة مهمة جدا بدأ العام الدراسي في المدارس والجماعات ولكن الجماعات بدأت بإدراب عام من موظفي الجماعات على رأسهم جامعة القاهرة عندهم مطالب عايزين يحققوها على رأس المطالب دي المطالب المادية والمعنوية عن مطالبهم المشروعة وإزاي ممكن نحققها نهاردة هنتكلم مع الأستاذ يسري حجاج رئيس قسم بالإدارة العامة لرعاية شباب جامعة القاهرة نتكلم معاه عن كل المطالب والإدراب والحاصل ونعرف ايه مطالبهم بالزبط صباح الخير يا فاندل صباح الخير زك يا أستاذ يسري يا أهلا وسهلا أستاذ يسري في البداية عايزة أعرف مطالبكو ايه المطالب اللي انتو بتطلبوا بيها في الإدراب اللي انتو عاملين ولا نسمي ده ما نسميش ده إدراب ونسميه اعتصام نسميه ايه لا احنا أولا دي مش مطالب دي حقوق يعني دي حقوقنا أي إنسان من حقه أنه هو يتزوج من حقه أنه هو يعالج من حقه أنه هو يبقى له أدات ترفيه يتعلم يتعلم أدات ترفيه بالنسبة لك لكن إحنا ما بنسميهش مطالب وإذا كان هما بيسموه إدراب إحنا إحنا معاهم هو إدراب أو اعتصام على أساس أنه نصل إلى مطالبنا المشروع أو حقوقنا بقى المشروع طيب أنا أحب أعرف بقى مطالبكو المشروع على حرارك بتتكلم عنها وإلي حاصل إدراب في جميع الجماعات في القاهرة وخصوصا جامعة القاهرة اللي حضرتك بتشتغل فيها إحنا حقوقنا أول حاجة الحق في العلاج حقوقنا الترفيه المساوي اللي أنتو بتوجهوها في العلاج أو في حصولكم على العلاج يعني عضاية تدريس مثلا على سبيل المثال من حقه أنه يعالج هو وأسرته في أي مكان هو تأمين الصحي بتاعه على الفرنساوي على أسر الفرنساوي معاية تمام ويعالج في أي مكان لو تعب بالليل ممكن يروح أي مستشفى خاصة وبيجيب فاتورة للجامعة والجامعة بتصرف الفرنساوي مش من حق العمل يعمل ده أو الموظف يعمل ده يعني أنتو بتتعالجوا أو التأمين الصحي بتاعكو تبع الأسر العين الفرنساوي تمام بس لو تعب في أي وقت قد يروح أي مستشفى خاصة ويجيب الفاتورة على أساس ويصرف هو واقف إيه اللي بيحصل معاك أنتو بقى حتى على سبيل المثال إحنا بالنسبة لنا مش مفاعل موضوع العلاج بالنسبة للأسر العاملين كمان من حق الموظف أو العامل بيروح يحجز عشان يعالج الساعة سبعة صباحا أو ستة صباحا عشان ياخد دور الساعة 11 هو ممكن يجي الساعة واحدة ويدخل قبل الناس اللي هي من الساعة 6 ده ما بفوش أي قدمي ده بن قدم وده بن قدم لا طبعا ما لهاش علاقة وما فيش أي مساواة كده في حاجة تانية لما تيجي تصرف العلاج أنت بتدفعي من قيمة العلاج 20% يعني لو صرفت العلاج ب100 جنيه لازم تدفعها 20 جنيه في ناس عندها قرارات علاجية بيصرف بألاف الجنيهات ممكن يدفع ألفين جنيه هو ما يدفعش العلاج 20% إزاي ده بيحصل النهاردة بعد الصورة أنا مش فهمة يعني إزاي لحد النهاردة إحنا عملنا صورة عشان كل المساوئ اللي بتحصل في البلد دي يعني إيه شخص مفوض أنه هو عنده تأمين صحي يجي حد عشان هو بس أكبر منه في الوظيفة أو في الدرجة الوظيفية هو يتعالج والتاني لأ أو ده يتعالج بشكل مختلف عنده ده حاجة غير أدمية حاجة بالجاوبة ده عشان كده إحنا بنعمل الاعتصام ودية حقوقنا اللي إحنا بنقول عليه طبعا طيب ننتقل للمطلب التاني مطلب تاني بالنسبة لنادي التجديف نادي التجديف ده دي بقى المطالب الترفيهية أو الحقوق الترفيهية عشان بس من الناس ما تقولش إن إحنا مطالب مادية بس نادي التجديف النهاردة أنا عوضه فيه بقى لي حوالي عشر سنين فيه ناس بقى لي عشرين سنة وثلاثين سنة جدد هذا النادي ونادي محترم جدا وفي مكان استراتيجي هو منادي حلوى جدا ممعروف أنه هو نادي كواس قوي من جوه وقدام شراته من القاهرة فما يجيش عشان يتجدد طبعا اللي بيقوله تصرف عليه 14 مليون أو 9 وبرضو حاجة لغرة مات يطلع حد مسؤول يقول تصرف عليه كذا لأن ده مش سر فبعد ما يجدد فجأة كده يقولك إيه إلغاء عضوية 2500 عضو بما فيهم عضاية التدريس وبما فيهم العاملين وطبعا هنا فيه علامة استفهام وطبعا بقى اللي لسا مكملين في العضوية هما الرؤساء والمستشارين بالضبط بقى عجيب صفوة الجامعة فأنا بالنسبة لي لما يجي يلغي لي عضوية هل يقدر النادي الأهلي يلغي عضوية الناس كده بدون أي وجه ولا يرتكب أي جرم ويقول إن أنا عايز منك ألف جنيه أنا عضو بالفعل أنا كنت عضو قبل ما أنت تبقى مستشار كذا أو أنت تبقى مسؤول كذا أو قبل ما رئيس الجامعة يكون رئيس جامعة أنا عضو في النادي ده ما يجيش كده بجرة ألم يلغي العضوية ويقول أنا عايز منك كذا وعايز يرفع الاشتراك من 100 جنيه إلى 250 جنيه وكان عايز ينقل العاملين في النادي لا ما يصحش فإحنا بنقول إن ما ينفعش وبعدين عايز يعمل كمان تذاكر لدخول كل الناس ما ينفعش هو طاقة النادي مثلا ألفين عضو ما ينفعش أنت تفتحها بدون أي وجه حق وإزاي بتلغوا عضويتنا ولما لقوا إن ده خطأ قانوني وقفوا ولا أخذوا شراكاتنا طبعا عملنا فيهم محاضر وعملنا قضايا على أساس إن ده حقنا إحنا بنقول ده حق حق لنا والأسرنا يعني حضراتكم اتلغت عضويتكم هو بيقول ما لغناش وأبقوا على عضويت هو عشان عارف إنه هو من ناحية القانونية خطأ هو لغاها وما لغاها لما قدمتوا رضية هم وقفوا هم وقفين الموضوع يعني هم لاخدوا مننا اشتراكات ولا هم لغوا حاجة بس الموضوع مبهم حضراتكم ما بتدرش تخشوا النادي دلوقتي يعني؟ لو دخلنا بندخل كأننا زائرين لكن أنا داخل عضو يعني ممكن ندخل زائرة دفع تيكت فأنا عايز المسؤول يطلع يكلمني يقول لنا ايه القصة دي طبعا بالتأكيد لازم يعني حضراتك ده حضراتي عشان تخش النادي بتدفع تيكت بتدفع تسكرة يعني بالضبط وممكن يمنعك يممكن يمنعك يقولك ده فيه مسؤول موجود ما تطلعيش العوامة ممكن تنزلي تقف في مكان معين لأنه جايب مسؤول أو جايب ضيف معين وده حصل قبل كده طيب يعني دلوقتي أنتوا عندكم قصور في الخدمات الطبية في التعمين الصحي وقصور في الخدمات المعنوية الترفيهية الترفيهية بالضبط ده حقنا طبعا الجامعة متأثرة بالإدراب الحاصل يعني مصار أو الأشغال في الجامعة القاهرة هل هي متأثرة بالإدراب؟ لازم يتأثر ما احنا عاملين طبعا إحنا اللي بنقدم الخدمات للطلاب وبعدين في مقولة خاطئة جدا تورسها رؤساء الجامعات يقول إن الجامعة طالب أستاذ الجامعة ما كانتش طالب أستاذ والجامعة طالب أستاذ وعامل عامل قبل الطالب والأستاذ وموظف أكيد طبعا وبعدين أنا في برنامج زي برنامجه فيه مش الموزيع والمخرج بس هو اللي بيقوم بالبرنامج فيه كاميرا وفيه ديكور وفيه عامل نظاف أهم إحنا ما نعرفش نطلع هوا من غير كل الناس دي كلنا في دايرة واحدة بندور علشان كلها عشان البرنامج جيت ده اللي بنعاني منه في الجامعة إن ما فيش عمل جماعي وإن فيه تمييز يعني على سبيل المثال فيه برضو يعني هضم لحق الموظف إن هو بيجي مثلا المفروض يتدرج إلى أن يصل أمين جامعة حلو جدا بدأ بعد كده يجيبوا ناس من الجيش يعملوا أمين جامعة وأنا هقول اسمه أستاذ معتزة بوشادي جاي من الجيش جاي من الجيش عشان يبقى أمين جامعة علينا ولكن هو ما يعرفش أي حاجة عن الجامعة وبيقتل طموحي أنا كموظف إن أنا عايز أبقى فيهم الآن أمين جامعة النقطة تانية إن النهاردة بعد ما يطلع كل ده بيحصل بعد الثورة بيحصل بعد الثورة وإحنا بنعمل اعتصام لده النهاردة أستاذ معتزة بوشادي أو أستاذة فاطمة عمارة أو بعض القيادات وده كان بيحصل بنفس الشكل ده قبل الثورة كان بيحصل له أكتر طبعا فالنهاردة لما الأستاذ معتزة بوشادي اللي هو بيقول أمين جامعة هو طلع معايش خلاص أنت جيت وجيت ببرشوت وبقيت أمين جامعة وبعد ما طلعت معايش عاملينه مستشار مستشار رئيس جامعة دولة المستشارين يعني مستشارين أنا عايز أقول للسادة المشاهدين إنه عندنا 115 ألف مستشار وده تقرير عملاته عمله مجلس الشورى وأوصى إن كل المستشارين في الدولة ما يبقاش ليهم مكان لأن ده بيضايع حق شبابنا النهاردة 115 ألف مستشار بـ 22 مليار جنيه طب أنا الشباب دي هتروح فيه أنا عايز أعرف حاجة هو في الآخر بس بنقعد نقول إحنا عندنا عجز إحنا عندنا مديونيات وفي الآخر إحنا عندنا مستشارين على عيننا وعلى رأسنا لما يطلعوا على المعاش يأخذوا المعاش بتاعهم ولكن ما يفضلش له مكتب ويفضلش له منصبه لازم يكون فيه تدرج لناس تانية علشان تشتغل عشان غيرها يخش عشان العجلة تمشي يا أستاذة عندنا أستاذ معتزة بالشهادي أخوه كان أمين كلية هندسة يعني ما بنكتفيش بس أنا حد نيجي أنا بيجيب أسارنا يعني إحنا برضو يعني فيه وصايت فيه وصايت طبعا وجابه وبعد كده راح جمعت حلوان مسك أمين جمعت حلوان وحصل إضراب وشالوه أخوه أستاذ معتزة بشات فيه إيه يعني إحنا عايزين كل واحد ياخد حقه عايزين يبقى فيه مساواة عايزين ناخد حقهنا طلبتوا طالبتوا بمساواتكم بعضاء هيئة التدريس إحنا ما بنقولش مساواة عشان برضو يبقى فيه أمانة دول أسات زيتنا ودول الناس إحنا بنجلهم وبنحترمهم إحنا بنقول يبقى فيه نسبة وتنازل إحنا عايزين إعادة توزيع الصروات يعني إحنا في الجامعة فيه صروات كتير جدا فيه فلوس بتيجي من التعليم مفتوح ملايين فيه بتيجي من المراكز في كلية هندسة وكلية الطب الأصل الفرنسوي بيدخل فلوس رهيبة جدا كلية أداب فيها مراكز كلية تجارة فيها مراكز كل دي بتبقى حاجات بتدبع فيها فلوس الطالب يدفع فيها فلوس فأنا عايز إعادة ده ما طالبنا دي حقوقنا إن إحنا يعاد توزيع هذه الصروات بنسب لأستاذ ياخد عشرة ده ياخد سبعة ده ياخد خمسة طب ممكن تكلمني عن مرتباتكم يعني النسبة والتناسب اللي حرارك بتتكلم عنهم دول المرتب بيحققها يعني أنت بتاخد زي ما بياخد زميلك أنا برضو هقول لحضرتك إن النهاردة تيجي تقولي لي إنت إزاي الدولة تجيب لكم فلوس في ظل الظروف الصعبة يعني مفروض أن الدولة دولاتي بتمر بأزمة اقتصادية وعلى الناس أن هي تتفهم دولة لكن كمان في حقوقه فيه الإنسان لازم يعيش ويتعالج أنا لم أجي ألاقي أنا فعلا متفهم بس زي ما جابوا لعضاء التدريس فجأة لأستاذ ثلاث تلاف ونص في مرتبه وزي ما جابوا للطيارين لما عملوا إضراب في ثلاث ساعات جابوا لهم وزي ما جابوا للجيش وزي ما جابوا للشرطة وزي ما جابوا للمعلمين مية في مية يعني الفلوس موجودة موجودة لكن هما بسنستانين يعني الإضراب يحصل يعني عشان يدور السلوس أنا زي ما أكون يعني هما بيستمتعوا بأن يبقى فيه إضراب من تعرف الحل وعرف أنه فيه فلوس لازم ندرب عشان ناخد حقوقنا بس دي حاجة غريبة جدا لأن الدورة تكون بتستمتع بالإضراب والإعتصام دي حاجة مفوضة أن هي ضد يعني مؤسسة عمم الزيادة أو الحقوق عممها على الكل على الجهاز الإداري في الدول يعني أنا عندي لما يكون أستاذ الجامعة بياخد ربعمية خمسة وعشرين في المية حافز من أساسي مرتبه وكل أجهزة الدولة بتاخد ميتين في المية ده موظف وده موظف هو بياخد حاجات تانية وربنا يباريك له احنا مش بنبص نمشي على حسر دلوقتي يعني نتكلم بحوه مشروعة في بصة هم بياخدوا حاجة اسمها الجودة بياخدوا الجودة وفي ناس ما بتشتغلش الجودة وبتياخد كل ثلاث شهور مبالغ بالخمس تلاف وأكتر فعمال الامتحانات مفيش نسبة وتنازل واحد ياخد عشر تلاف واحد ياخد متين جنيه أو ميت جنيه ما ينفعش وفي ناس ما تاخدش يبقى معنا أما يرى أزود جامعة عين شمس خمسين في المية من أساس المرتب يبقى أمتين وخمسين وزود لهم مكافئة الامتحان من ثلاثة في المية إلى خمسة في المية وما زودش الجامعات الأخرى لا يبقى لازم يبقى فيه عدالة لما زودت جامعة يبقى كل الجامعات فيه حاجة اسمها المجلس الأعلى للجامعات بيناقش مشاكل الإضراب ده على مستوى جامعات مصر جامعات مصر طبعا بس الجامعة القاهرة فيها امتيازات ناخد مية في المية من أساس المرتب ما كانش أي جهة تانية أو جهات قليلة وصلنا المية وخمسين في المية بعد كده جات بعد الثورة طبعا مشكورين كل وأنا مبسوط أن كل الجهاز الإداري بقى متين في المية ووصلنا إحنا معهم متين في المية طيب قدامك دقيقة دلوقتي يا أستاذ يسري تقول للمسؤولين إيه مطالبكم نفسوكوا تحققوها إزاي وفين إحنا عايزين حققنا للمرة المليون بنقول إحنا عايزين حققنا مش عايزين مطالب وإحنا عايزين عدالة في العلاج وأسر العاملين زي ما أسر الأسادزة إحنا زينا زي يوم نادي التجديف عايزين مساوية مساوية طبعا مساوية في العلاج ومساوية في نادي التجديف أنا عضو وهو عضو وإنت تحرمني ليه من العضوية ديت بدون أي وجه حق ونفسينا مسؤول يطلع يقول لا الكلام اللي أنا بقوله ده غلط النقطة الثالثة وهي إن بالنسبة للأجور لازم بقى فيه عدالة في التوزيع إعادة توزيع صروات الجامعة لأن فيه بعض حتى في الأسازة نفسهم فيه تفرق تلاقي أستاذ ماسك رئيس قس ومدير كذا ومدير كذا وعندي اسم في كلية الأداب ماسك أربع خمس أماكن في الجامعة كما لو كان هو الوحيد وإدي فرصة للموظفي بيعنده طموح إن هو بقى أمين كلية وبقى أمين جامعة لكن ما الجيش أنت تجيب له حد من خارج الجامعة وما تعينش مستشار لأن المستشار ديت بتحمل الدولة أعباء وبيبقى فيها نوع من الوساطة لكن أنا أدي فرصة إن الشباب المليارات اللي بتتصرف على المستشارين وبقول تاني أسماء هو خلي برضو الناس أستاذ معتزة بوشادي اللي هو كله في الجيش أستاذ أفاطم عمارة أستاذ طارق تيرانا ده ماسك برضو ليه وماسك المدن الجامعية وفي ناس كفاءات كبيرة جدا وأنا بقول دي كلها تحت الوساطة أو تحت خطأ أحمر الوساطة وبعدين إحنا لو هما معلش دي فرصة بسيطة جدا طب بسرعة جدا وهي لو الناس اللي هي طلعت مستشارين ما فيش حد كفاءات تحتهم يبقى هما يحاكموا وهم يحاسبوا لأن هما اللي ما عدوش ما فيش إعداد كوادر من الشباب كان هما كل همهم هما يبقوا الأوحد هو اللي فاهم عشان لما يطلع معاش يقول له والنبي خليك أنت لأن احنا مش عارفين نتصرف من غيرك إحنا دلوقتي بنتكلم في حقوق مشروعة لكل مسؤول إعادة توزيع الكفاءات إعادة توزيع الفرص إعادة توزيع المرتبات أو المساواة في جميع النقاط التي تكلم عنها أستاذ يوسري سواء كانت في التأمين الصحي في العلاج أو كانت في الخدمات الترفيهية أو الخدمات المعنوية إعادة توزيع الفرص والكفاءات كل ده لازم يتحل الإضراب أنتم مستمرين فيه تقريبا نحن مستمرين فيه وبعدين بنقول وهنصعد الاعتصام وكمان أنا أريد أن يبقى على مستوى الجهاز الإداري مش الجامعة بس مش عايزين نميز الجامعة حتى موظف الجامعة كنا مميزين عايزين كل جهاز الإداري التلفزيون أو الجامعة أو التأمينات تكون كلنا مساواة حتى لو فيه حافز يكون كل جهة بتحفز بشكل لكن فيه أساس وسوابت سوابت إحنا كلنا متفقين عليه هو عموما لازم يعني أعادة مرجعة الأوراق مرة أخرى ويتعامل برنامج لكل مؤسسة علشان كل واحد يحصل على حقه وليس صدقة من حد بشكرة جدا أن أستاذ يصري على وجودك معنا نهاردة وإن شاء الله يكون لنا لقاء آخر تكون الإضراب خالص تكونوا حصلتم على حقوقهم إن شاء الله مشاهدين نروح لفاصل نرجع مرة تانية لسا مكاملين مع بعض في نهارك سعيد استنونا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر